مستمرين مع حضراتكم والأخبار الرياضية وفقرة هامة جداً هنتكلم فيها عن الأولمبيات في توكيو وما يحدث في توكيو والبعصة المصرية هناك ده حقيقي وعلشان كده هنأكد ويعني نروح ليه اللي هيحصل النهاردة وهي بداية المواجهات الأولى لعيبة المنتخب المصري في مسابقات دورة الألعاب الأولمبية توكيو المختلفة هنشوف النهاردة مباراة حماسية بتجمع بين منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد ومنتخب البرتغال كمان هنشوف أول ظهور للسباحة المصرية فريضة عطمان في سباء مئة متر فراشة سيدات وكمان النائبة هدية حسني في هيكون بطولة الريشة الطائرة يعني تفاصيل أكتر هنتعرف عليها من خلال الناقضة الرياضية دينا نبيل صباح الفل يا أستاذ دينا صباح الفل أهلا بحضرتكم يعني شوفتي إزاي مباراة افتتاح البطولة بشكل عام يمكن الفتاح مباراة كان حاجة مبسطة جدا ويمكن هي مناسبة لظروف الكورونا ويعني طبعا كنت دايما بنشوف أي دورة ألعاب أولمبية بيبقى الفتاح مباراة قوي وأعداد كبيرة بتنزل تشارك فيه يمكن عشان خطر ظروف الكورونا كان شوية مبسط الناس شافته أنه مبسط وكمان يعني هو قدر غرض أنا شايف أنه قدر غرض هو يتكلم عن الألعاب المشاركة وليبين وكان فيه حاجة يعني بترمز للكورونا والظروف العزل اللي حصلت للرياضيين في فترة التوقف فيعني أنا شايفة كان كويس طيب النهاردة إن شاء الله الساعة 10 فريدة عثمان طبعا بطلة مصر في السباح عندها يعني تحدي جديد شايفة إزاي فراسها للتأهل طبعا منافسات السباح تبقى صعبة جدا خصوصا في الأولمبياد يعني فريدة بتقدم مستوى كويس جدا بتشارك في بطولات في أمريكا بتقدم مستوى مميزة جدا والمستوى الأفريقي برضو هي بتقدم مستوى مميزة جدا بس الأولمبياد بتبقى يعني منافسات تانية خالص وإعداد تانية خالص صعبة جدا طبعا الفرصة يعني المنافسة طبعا خصوصا الأمريكيين السباحات الأمريكيات مميزات جدا في السباحة فطبعا الفرصة صعبة جدا بس إحنا بنعمة وكمان بالمناسبة مروان القماش برضو بشارك المفروض في المنافسات النهاردة بس ربعمائة متر فمنافسات السباحة في الأولمبياد بتبقى صعبة جدا يعني ما نقدرش نتوقع مين يقدر يتأهل هل يقدروا يحققوا ميداليا بيبقى صعب شوية التوقع فيها يعني كمان لو نتكلم ساعة 12 في فريضة أطمان في 12 ونص بطولة ومواجهة قوية ما بين منتخب مصر والبرتغال في الهندبولد شايف المواجهة دي إزاي فرص مصر فيها إيه وتحديدا إن يعني من كل مجموعة في أربعة هيتطلعوا ليه دور التمانية تحديدا دايما ضربة البداية بتبقى هي صعبة جدا حتى لو مع منتخب مش اللي هو يعني مش تصنيفه متقدم قوي منتخب البرتغال طبعا منتخب يتعمل له حساب جدا يعني هو حق المركز العشر في بطولة العالم اللي هي مصر كانت بتصادفها في شهر يناير اللي فات كمان هم بطولة أوروبا حققوا مركز سادس فهو منتخب كويس جدا هم بس يمكن عندهم مشكلة إن هو كان الحارس المرمى بتاعهم توفى في شهر فبراير اللي فات نتيجة أزمة قلبية يعني ده الحارس الأساسي بتاع المنتخب فيمكن هم بيخشوا من غير الحارس الأساسي بتاعهم لكن على المستوى الشكل العام للمنتخب البرتغال لأ طبعا منتخب قوي جدا ويتعمل له حساب وزي ما قلت إن لازم دوربة البداية تبقى قوية للمنتخب لأن برضو البرتغال عنده نفس الدوافع بتاعتنا هو عارف إن فيه أربع منتخبات هتتأهل للدور الجاي فهو لازم يتأهل لازم يكسب لازم تبقى البداية بتاعته قوية عشان خاطر عارفين التأهل والمنافسات في الأولمبياد صعبة جدا والإعداد لها بيبقى مختلف يعني حتى لو هو مركز عشر في البطولة العالم اللي فاتت لكن الإعداد بتاع دايما بتاع المنتخبات للبطولة لدورة العرب الأولمبياد بيبقى مختلف تماما من حيث بقى معسكرات ومن حيث وديات فأكيد يعني هو كمان منتخب بيتطور كويس جدا دي حكا برضو أنا عايزة أضفها في العرب أكبار كمان بزبط يعني كمان خبرة إحنا كمان برضو عندنا المنتخب مصر الخبرة كمان بتحكم قوي لما يكون لعب كبير في السن آه طبعا السن الصغاية برضو بيفرق وحاجة كويسة وكل حاجة بس برضو الخبرة في الملعب بتفرق جدا أهم الأوراق الفنية اللي انت شافت أن احنا نعتمد عليها نهاردة في مواجهتنا مع البرتغال زي ما قلت طبعا يعني منتخب مصر مليان عناصر مميزة جدا سواء صغيرة السن أو يعني مش صغيرة السن روما لسه عناصر شابة أو الكبار يعني أحمد الأحمر طبعا قائد المنتخب يعني عنصر مميز جدا ومن أهم عناصر المنتخب برضو يحيى الدرع من الأفضل لعبين مع المنتخب وحتى دوت ظهر جدا في بطولة العالم لليد اللي كانت في مصر برضو عندنا المحترفين بتوعنا محمد سند وعلي زين عناصر مميزة جدا كل دول خبرة وثقل في الملعب قوي جدا الحراس المرمى طبعا دي هي نصف الفريق كريم هنداوي وعصام الطيار طبعا دول نصف الفريق طبعا ومستوىهم ما شاء الله في الفترة الأخيرة يعني علي زين كمان انضمه مؤخرا لبرشلونة بالزبط يعني دي حاجة طبعا محترمة جدا علي زين أصلا من ناس من أميز المحترفين عندنا ومن أميز اللاعبين في المنتخب وظهر جدا مستوى في بطولة العالم كان طبعا يستحق جدا هو ينضم البرشلونة يعني خطوة مميزة جدا نتمنى له توفيق فيها إن شاء الله ويمكن الناس بقت متابعة للهندبول أكتر من بطولة كسر العالم المرة اللي فاتت عندنا الناس بقى بقت منتظرة أكتر بتشجع أكتر متحمسة للمتشاط ده أكيد يعني المنتخب لما في بطولة العالم قدم الأداء المميزة أداء رجولي جدا وكان قريب جدا هو أنت تكثبت العالم يعني أنت كنت قريب جدا أنت تكثبت العالم فالجماهير جدا لما تيجي تسألها إيه توقعاتك في الأولمبياد أول حالة تفكر فيها منتخب اليد مع أن الألعاب الجامعية المنافسة فيها صعبة جدا يعني شوية ساعات الألعاب الفردية ممكن يحصل فيها مفاجأة ممكن لعب مثلا القرعة تنصفه أنه هو يبقى طريقه السالك مثلا أو شيئا إنما منتخبات الجامعية دايما إحنا مش دايما بنحققش فيها ميداليات بس تلاقي الناس متوقعين منتخب اليد دايما الحاجة عشان خاطر أداءه في بطولة العالم وكمان الإعداد بتاعه كان جايد جدا يعني المتخب فيه فرق ما بين الإعداد الفردي والإعداد الجماعي بمعنى يعني دايما متعودين أنه لما فيه مثل هذه البطولات بشكل عام الألعاب الفردية هي اللي بتحصد الميداليات اللي موجودة إيه الفرق يعني أو ليه دايما هي بتكون صاحبة النصيب الأكبر من الميداليات الألعاب الفردية عن الألعاب الجماعية يعني بس أنا مش عارف الحقيقة السبب بس إحنا دايما في مصر دايما بيبقى اللعب الفردي أكتر يعني فرصه حزوزه بتبقى أكتر يعني حتى كمان اللي هي الزال مصرعة والألعاب اللي هي الزال قتالية القتالية دايما بيبقى حزوزنا فيها أحسن زال تايكوندو والكاراتي كاراتي لسه على فكرة أول مرة يشارك بس ليه حزوزه برضو أنه هو إن شاء الله يحقق حاجة فدايما الإعداد بيبقى بالعكس يعني هو هو برضو معسكرات بره إذا كنت هتلعب وديات احتكاك أوروبي فالإعداد بيبقى كوي يعني هو هو بس الفكرة أنه ما تعرفش يعني إحنا يمكن الدول يعني مصر مميزة أكتر في الألعاب الفردية بشكل عام غير الألعاب الجامعية أوروبيا أو دوليا مش بنقدر يعني سوري مش أوروبيا بس دا بيظهر أكتر في الألعاب اللي بتعتمد على القوة يعني رفع الأثقال وغيرها من الألعاب اللي فيها نوع من القوة شوية والعنف هي الملاك ملجود وغيرها هي اللي بتعتمد أو هي اللي بتحصد المديليات الخاصة بالبطولة عندنا في الكاراتي جيانا فاروق شايف نصبها إزاي من البطولة يعني أنا شايف أن الكاراتي فرصه معانا في مصر يعني من خلال كلمين مع اللاعبين جيانا فاروق أو عليه الصاوي اللاعبين حاسين أن أنت داخل تام التاريخ لأن الكاراتي زي ما قلت أول سنة أول دورة أولمبيا يبقى في دورة اللعب وبعد كده هو خارج في باريس 24 24 مش هيبقى موجود فاللعب داخل بحافظ يعني بحافظ أن أنا عايز أحقق تاريخ الفرصة الأخيرة بالضبط أنت تحفر اسمك يعني كل اللعب مكملة عادي لو ما حققتش في الدورة دي فأنت عندك الجاية بعد 4 سنين وبعد 3 سنين هتقدر تحقق حاجة الكاراتي خارج فبالنسبة لعلي والجانا وفريال يعني فيه كذا لعب عندنا مشاركين في الكاراتي هم داخلين فعلا عندهم حافظ أننا لازم أحقق حاجة لأن دي فرصتك أن تكتب اسمك فإن شاء الله فرصهم كويسة يعني أنا شايفها بإذن الله نحن نقدر نجيب ميدالية في الكاراتي وربنا معهم إن شاء الله طيب كمان يدينا مبارح مشاركات أمس شوفتي بقى إزاي ميار الشريف في التنس مثلا شوفتي المشاركات دي كانت هو للأسف إحنا كان فيه كام لعبة مش موفقين فيها قوي يعني ميار شريف للأسف ودعت الأولمبياد بتقابل النهاردة الصبح كانت ضد بطلة السويد مصنفة 59 تقريبا فخسرت بمجموعتين ودعت المنافسات يمكن السلاح برضو عندنا أكتر من لعب تقدموا لحد التومني النهائي لكن برضو ما وفقوش يمكن لسه عندنا النهاردة برضو مفروض لسه ريشة طايرة المفروض أن هي هتشتغل بعد شوية النائبة هادي حوستين مفروض هتلعب في منافسات الزوجي هي وضحة في ريشة طايرة أو بالضبط كده وبرضو عندنا السباحة زي ما قلت وفيه برضو تنس الطاولة بتهيالي برضو المفروض أن هو هيشتغل كمان شوية برضو فيه منافسات عندنا كمان شوية هو في الساعة 11 تقريبا هتبقى النائبة هادية حسني في الريشة الطايرة شايف فرصها إيه وتحديدا أن الدولة المنظمة موجودة ومشاركة بتنفس معها في المجموعين منافسات الريشة الطايرة طبعا بتبقى صعبة جدا لا بدرش نقول مثلا إحنا ممكن نحقق ميداليا أو حاجة ممكن طبعا بتوفيق إليها إن شاء الله تتقدم في أدوار يعني في الدورة الألعاب الأوليبية بس منافسات الريشة الطايرة بتبقى صعبة قوي لأن يعني مش دايما قوي إن إحنا إحنا أفريقيا على فكرة بنجيب ميداليات كويسة جدا ومستوانة كويسة بس عالميا بيبقى الموضوع صعب شوية أن إنت تحقق ميداليا بس يعني نتمنى المفاجأة إن شاء الله وإن إحنا نروح بعيد يعني بنتمنى ده إن شاء الله أكيد طيب طيب لو هنتكلم بشكل عام عن البطولة دي وفرص الناس المشاركة فيها من الدول بقى الأخرى من اللي ممكن يكون أقرب في المنافسات يعني هي كل دولة عندها لعبة مميزة فيها يعني مثلا بالنسبة للعرب لو نتكلم عن العرب مثلا المغرب مميزين جدا في ألعاب القوة العرب بشكل عام الدول الشمال الأفريقية مميزين جدا في ألعاب القوة العدو والسبقات الجاري والكلام ده كلهم مميزين فيه جدا فالمغرب مثلا متقلقين جدا عندهم سوفيان البقالي دوت عداء حاجة أسطورية برضو توليس عندهم أونس جابر بطل التنس دي يعني بتحقق نتائج يعني ما شاء الله عليها بتوصل الناير مرحات ناير أي حد بتكسبه حتى لو أعلى منها في الرنك في وينبلدون ورولانجاروس لو الناس تبعتها لا مستويات خرافية أونس يعني حتى أونس متوقع لها أنها تجيب لتونس ميداليا في التنس في أولمبياد توكيو وبرضو تونس عندهم في السباحة أسام الملولي برضو ده أتسبح ده أسطورة برضو طبعا بطل أولمبي كبير برضو رغم قبر سنه بس متوقع أن هو أي حقق حاجة كمان عندهم في المصارعة مروى العمري برضو عندهم إناس بوبكري دي في المبارزة ده بالنسبة لتونس برضو بالنسبة ل... دينا وحنا بنتكلم عن ألعاب القوة إيهاب عبد الرحمن ما شاركش في أولمبياد تليفاته بيشارك المراضي شايف فرصه عملة إزاي إيهاب عنده حافظ فظيع جدا أن هو حاجة في الدورة دي أن طبعا إيقاف أربع سنين بسبب المنشطات وأي حد غيره يعني مثلا أنا بشوف في إيهاب عزيمة كده مش في أي لعب يعني أنا ممكن أي حد غيره يقول لك والله ده لسه أربع خامة كمان لما الأولمبياد تتجلت خمس سنين فممكن حد غيره يقول لك طبعا هاعتزل أنا إلي قاعدني كل ده وتستنى كان عنده إرادة عنده إرادة قوية جدا أنا لازم أرجع ومن كلامه كمان يعني إحنا كنا في مؤتمر في اللجنة الأولمبية اللي عامته لجنة الأولمبية قبل الصفر البعثات فاتكلمت معاه فكان بيتكلم أنه الناس اللي وثقت فيي والناس اللي ساعدتني في فترة أزمتي فأنا فعلا عايز أن أنا أعمل حاجة في الأولمبياد دي عشان خاطر أرد لهم الجميل أو أحسسهم من أنتو لما وقفتوا معايا فعلا يعني ما كانش دوت تضيع وقت منكم فهو إيهاب من الناس اللي أرقامها كويسة جدا وفرصه كويسة أنه هو يحقق حاجة إن شاء الله بنتمنى له التوفيق طبعا يعني وربنا يكرمه بس سريعا بقى إحنا اتكلمنا على فرص الدول العربية عاوزين نرف فرص مصر بقى في البطولة دي في جني المادليات أو حصاد مادليات يعني يعني زي ما قلت الألعاب القتالية أكتر إحنا مميزين فيها أو عندنا فرص فيها التايكوندو يمكن النهاردة نور حسين ودعت في منافسة تايكوندو بس الولاد عندهم أنا شايف الولاد فرصتهم أفضل في عيسى وعبد الرحمن واقل اللاعبين دول في منافسة تايكوندو في الرجال يعني شايف هفور وهدايا ملاك طبعا عندي أسطورة يعني بإذن الله برضو المصرع عندنا إبراهيم كيش شوفت زي لا تترفع عالم مصر مراح أول يعني سيدة هي اللي ترفع العالم حاجة يعني حاجة اختيار كان موفق جدا طبعا من لجنة الأولمبية هدايا هي الوحيدة البنت الوحيدة في البعثة الموجودة اللي حققت ميداليا قبل كده وكمان يعني فكرة وجود بنت بترفع العالم دي كان مظهر يعني حاجة جديدة علينا فكان طبعا حاجة كويسة جدا يعني أنا شايفها أن هي حاجة تاريخية بالنسبة لمصر فهدايا حد مكتهد جدا وهدايا تعرضت كمان للفترة اللي فاتت لإصابات كثيرة جدا ورغم كده تجاوزت كل دوت وقدرت أنها تكون موجودة في الأولمبياد طبعا بالتوفيق لها إن شاء الله يعني بنتمنى كل التوفيق للمصريين المشاركين في بطولة الألعاب الأولمبية توكيو كنت معنا الناقضة الرياضية دينا نبيل بنشكر حضرتك على هذا اللقاء مرسي جدا شكرا لكم